للعام الثاني والعشرين على التوالي وفي صاحة المهد نظمت بلدية بيت لحم مركز السلام ومركز التعليم البيئي مهرجان الزيتون السنوي بشاركة ودعم مؤسسات محلية ودولية وبسبب الظروف السياسية الحالية اقتصرت فعالية المهرجان على يوم تسويقي فقط بعد 22 عام من تكرار هذا المهرجان السنوي هناك تقدم كبير على كل المستويات من حيث انتاج الزيتون والزيت هناك مضاعفة لدرجة ان المحافظة اليوم هذا العام سيكون هناك اكتفاء ذاتي من انتاج بيت لحم ايضا هناك مشاركة كبيرة من كل المحافظات تقريبا وهذا لم يكن موجود ايضا هناك تنوع في هذا المهرجان هناك خلق تنمية حقيقية من خلال هذه المهرجانات التي اصبحت تستقطع بالكثير من المزاعين ومن الشركاء وعلى هامش المهرجان افتتح معرض لوحات فنية ورسومات تظهر شجرة الزيتون بصورتها الوطنية والرمزية لابناء شعبنا هاي العام كان عندنا 22 مشاركة من جامعاتنا الفلسطينية زي ما انتم شايفين كان هاي السنة فيها صعوبة لحضار اللوحات من المناطق المختلفة نتيجة صعوبة التنقل بين الطرق في جزء منها نقلناها من خلال البريد الالكتروني وقمنا بطبعتها هون لشان تنافس ومن ضمن الخمس فائزين كان فيه فائزين من ضمن الناس اللي بعتوها في البريد الالكتروني فعطينا فرصة للناس بالرغم من صعوبة الطرق انهم يجوا ينافسوا في هذه المصابقة وتنوعت محتويات الاكشاكي بين الزيت والزيتون واحرف من خشب الزيتون والعصلي والتطريزي ومنتجات غذائية تراثية وغيرها العديد كثير مسرورين في هالمهرجان لانه كثير بفتح افاق للجمعية ولمنتجات النساء الغذائية طبعا منتجاتنا كلها طبيعية خالية من المواد الحافظة نهائية يعني بعكس منتجات اليوم اللي كثير طبعا بتسبب بكثير امراض والله يغني الجميع عنها طبعا عندنا المنتجات عندنا الدبس العنب خالي من اضافة السكر او اي مواد حافظة عندنا منتج المفتول الجمح اللي هم الجريشة والطحين البلدي الجمح عندنا الزعتر ويأتي المهرجان كاختتام لأسبوع من الفعاليات التي بدأت اثنين المنسرم بافتتاح اليوم الوطني لقطف الزيتون ولاحقا ورش عمل للمزارعين والاطفال والنساء ثلاثون مشاركا من مزارعي الضفة كافة يروجون لمنتجاتهم هنا بفرصة بادت سنوية تدعم صمدهم في اراضيهم حيات حمدان تلفزيون فلسطين بيت العحم تلفزيون فلسطين